السلام عليكم واسعد الله ومساءكم بألف خير إن شاء الله سوف نتحدث عن مشروع تسمين العجول صنف العجلة أو الأنتا سوف نتحدث عن دراسة جدوى حول هذا المشروع الربحي الذي يحق أرباح محترمة وأرباح جيدة وكذلك سوف نقوم الإجابة الفرق بين تسمين العجلة أو الأنتا وفرق بين تسمين الذكر أو العجل هناك عدة فوارق من ناحية الأرباع وكذلك من ناحية التكلفة سوف نقوم الإجابة عليها في هذه الحلقة وخاصة الإخوان الذين يمتلكون رأس مال متوسط ويرودون الادخار في هذا المشروع الربحي الذي يعد أفضل من تربية الأبقار والحالوب نظرا عدة عوامل سوف نذكرها في هذه الحلقة شاملة فكما كنت لاحظوا معي الإخوان بالنسبة عند إقشنا العجول أو العجلات أو الأنتا فهي تمانعها منخفض مقارنة مع الذكر هنا المغزة من ناحية الأرباح بالنسبة للإخوان الذين عندهم مبلغ أو رأس مال متوسط نوعا ما يمكنك إدخاره في سنف العجلة أفضل لك بالنسبة للإخوان الذين عندهم مبلغ كبيرة يمكنك إدخاره كدير في سنف العجول على حسب إختيارك سوف نتحدث عن الأشخاص الذين عندهم رأس مال متوسط ويدون الاستثمار في هذه تجارة هذه صراحة تجارة جيدة جدا بالنسبة لأصحاب المشاريع فكما كنت لاحظوا مع الإخوان سوف نتحدث عن تمانع العجول يمكنك إختيار عجلة واحدة اثنان ثلاثة أربعة على سمية المثال بالنسبة لتمانع العجول سوف تقتعنيهم تمانهم يتراوهم بين خمسة ألف وسبعة ألف درهم مغربية أي سبعمائة دولار كأحد أقصى لا يجب عليك تجاوز هذا المبلغ سوف تختار الصنف الذي تريده الإيطالي أو الهولندي أو البلجيكي وكذلك عن الأصناف المحلية فكما كنتحدث معي هذا الصنف محلي بالنسبة للمغرب وسوف نقوم بتسمينه لمدة ثلاثة أشهر أو أقل كحد أقصى ثلاثة أشهر فبالنسبة للعجلة سوف نقوم بتسمينها فقط لمدة ستين يوما سوف نقوم بيعها بالنسبة لأرباح أو تكلفة التسمين فإلا تتعدى ألف وخمسمائة درهم حتى الألفين درهم كحد أقصى فبالنسبة للتسمين العجول أو العجلة فهو لا يتعدى ألف وخمسمائة درهم لكل عجلة بالنسبة للتسمين الجيد جدا من ناحية الأدوية من ناحية الأعلاف إلى آخره فصراحة في أقل من ستين يوما سوف نقوم بها كذلك وسوف تحق لك أرباح جيدة وأرباح محترمة هنا الفوارق من ناحية إذن عند إقتناء العجول فهو تمانوه مرتفع وسوف يحتاج كذلك إلى أعلاف وكذلك إلى أدوية وإلى آخره بالنسبة للعزلة فهو تمانوها ملخفت مقارنة مع العجل بالنسبة للعزل يمكن كثير من مبلغ كبير مقارنة مع العجل وهنا الفوارق من ناحية الأرباح كذلك العمر العجل أو الأبقارن يلعب دور كبير يجب أختيار حسب هذا العمر تجاوز مرحلة البلوغ لأن مرحلة إذا قمت بشيرة عجل صغير ما زال يرضى عند أمي وما زال يشرب الحريفة هناك عدة عوائق وعندة إكراهات من ناحية الأمراض جهاز هضمي إلى آخره كذلك أمراض الجلدية وكذلك سوف يحتاج وقت طويل من ناحية التسمين وكذلك من ناحية العناية لهذا حاول إختيار عمر على هذا الشرك وكذلك إختيار النوع المناسب الذي تفضله أنت فكما تلاحظوا معي أن هذه العجلة لصراحة جميلة جدا أنها من ناحية التسمين سوف تقوم بوزن جيد جدا فكما تلاحظوا معي أن الفصال هذه العجلة قابل زيادة وزنها وكما تلاحظوا معي قبل شراء العجول حاول إقتنائها بطريقة جيدة جدا فكما تلاحظوا معي أنها مازال سوف تزن أوزن جيدة جدا من ناحية تبعية من ناحية اللحوم لهذا فهي صراحة تحقق أرباح جيدة وأرباح محترمة بالنسبة للأرباح التي يمكنك تحققها للعجلة الواحدة أو الأمتة الواحدة فهي تتراوح بين 2000 حتى 3000 درهم لكل عجلة في الضرف 3 أشهر سوف تقوم بإزالة مصاريفك 1500 حتى 2000 درهم كذلك وكحد أقصى من ناحية التسمين العجول فهي تعدى 3 أشهر سوف تختار العجول على حسب العدد الذي تريد أنت أعطار 2 أربعة فأنا أنصحك من عشرة فما فوق أنا سأخذلك أحد أرباح في 60 يوما أرباح جيدة وأرباح محترمة 100 بالمئة حاول إختيار العمر العاجل على هذا الشكل فكما تلاحظوا معي أنه سريع سوف ندخل معه في المرحلة الأخيرة من ناحية التسمين بدون أي شيء آخر قبل شراء العجول سوف نقوم بشراء من الأسواق سواء الأسواق المحلية أو بعض المزارع التي تقوم به هذا النوع من هذا العجول كذلك يمكنك شراء العجول المستوردة كالهولندي كالإيطالي كالبلجيكي إلى آخره على حسب رغبتيك أنت من ناحية العجول بالنسبة لتلك العجول فهي نوعا ما مكلفة مقارنة مع العجول المحلية على حسب رغبتك كذلك تلك العجول كالإيطالي وكالبلجيكي فهي سريعة التسمين لأنها سوف تحدث 60 يوم و سوف تقوم بيعها وهاكذا عكس الأبقار الحالو لك تحتاج رعاية من ناحية التسمين وكذلك من ناحية الأعلاف وكذلك من ناحية الأدوية إلى آخره و سوف تشتري أبقار مرتفعة التعمل لك تسبت صلحة الجسل المليون مغربية أي ألفين دولار ونصف كذلك من ناحية إقتناء الأبقار فأنا أنصحك بالنسبة لإخوان مقبلين على التسمين عن العجول و عندهم مبالغ متوسطة و عندهم خبرة كذلك متوسطة في هذا الميدان البدء بالعجلات هو الأنت أفضل لك سوف تشتري أربعة، خمسة، عشرة يمكنك تسمينه فقط في طرف ستين يوما و سوف تقوم بيعي يمكن أكيد مئة بالمئة أنك سوف تحقق أرباح جيدة كذلك يمكنك اعتماد على الدورة أو السيلاج زراعتها في مزرعاتك يمكنك تسمينها للعجول لأن هذه العجول صراحة أمر جيد من ناحية التسمين فعمر العجلة يلعب دور كبير فأنا أؤكيدها مئة بالمئة إذا قمت بشراء عجلة على هذا الشكل أو العجلة على هذا الشكل حجمه على هذا الشكل فأكون أكيد سوف تقوم من ناحية التسريع أو التسمين فهو سوف يكون سريع جدا سوف تحتاج ستين يوما إلى ثلاث أشهر كحد أقصى وسوف تقوم بيعي ثم مرة أخرى قم بشراء أنواع أخرى كذلك وعدد آخر وهكذا دورة المشروع هكذا تبدأ من ناحية دورة تسمين العجول وسوف كذلك تكتسب خبرة من ناحية التسمين العجول سوف تشتري خمسة أو عشرة أو عشرون أو مئة على حسب رغباتك سوف تقوم بناء إستابل أو حاضرة بالنسبة للأبقار عند شراء العجول فكما قد لاحظوا مع الإخوان حاول شراء العجول واحدة أو اثنان وفرزهم لا تدعو معا مع الأبقار التي عندك مباشرة تفادي لبعض الأمراض الفترية وكذلك أمراض الجهاز الهاتمي حاول عزلها لمدة ثلاث أيام ثم إدخالها مع العجول الأخرى كما قد لاحظوا مع الإخوان بالنسبة للتسمين العجول فهذا صراحة مشروع جيد بالنسبة لإخوان اللي عندهم إمكانيات وكذلك عندهم إستابل وكذلك عندهم مزرعة ويقومون بزراعة سلاش إلى آخره يمكنك تسمين كذلك الفول أو الشمندر إلى آخره على حسب بالنسبة للأعلى فهي صراحة غير محددة من حيث الكمية أو كذلك من حيث النوعية على حسب العمر على حسب طريقة تسمينك فأنا أنصحك البدء بهذا المشروع وكذلك عمر الأبقارة أو العجلة أو العجلة يلعب دور كبير جداً من ناحية التسمين في ستين يوما سوف تكون قد حققت ربح سريع من حيث التسمين العجول أو الأبقار فقم قد لاحظوا مع الإخوان حسب رغباتك أنت من ناحية إدخار بعد المبالغ يمكنك إقتناء عصراء ويشرون على حسب رغباتك أنت وبتسوفق ترجمة نانسي قنقر شكراً